الرجل يتحدث بطموح وهذا مشروع تقول لك أنا أردجيب رئيس برلمان نشكل الآن يا فد تيم قوي مع أصدقائي من المكون السني وممكن نشكل قائمة وطنية ندخل بها الانتخابات نحصد عدد كبير من المقاعد يأهلني أن أذهب لدورة ثانية هذا كله طموح وطموح مشروع من يقدر يجي حاسبه قانونياً أو حتى مقانونياً أو سياسياً هذا مو مصطفى الكاظمي واليوم يجيبه الإطار التنسيقي ويقول له ما تدخل الانتخابات مو كيفك حزب ما تشكل هذا محمد شيع السوداني هو ابن الإطار التنسيقي ومرشح الإطار التنسيقي والرجل إجاء نتيجة معادلة الإطار التنسيقي اللي تنص على إبعاد الفائز وإفساح المجال للخاسر